أول حاجة بتعملها وانت بتدور على سكن ان انت تدور على وسيط عقارات سمسار الجديد ان وسيط العقارات المرادة هو مدام وفاق ازايك مدام وفاق نعم مصابي السوق العقارات اتأثر بشكل كبير بعد السورة أكيد طبعا نفيش عقارات دلوقتي عقارات في حالة رقود جامد قوي قوي وإيه الإجارات ايه أنواعها ايه احنا عندنا الإجارات طبعا بتبدأ حسب مستوى الشقق وحسب المستوى التكاليف يعني عندنا منخفض التكاليف عندنا مستوى متوسط الإجارات بتبدأ من 500 جنيه ده اللي هو ايه إجار جنيه؟ ده المنخفض مفيش حاجة اسمه إجار قديم عندنا كله هنا إجار جديد ومدته محدودة سنتين مثلا ما بيزيدش عن كده وبالنسبة للتمليك بقى لا هو التمليك طبعا غيلي مش رخيص يعني يعني عندنا الأفعار بتبدأ مثلا من مئة ألف دي المخفض المسكن الشعبية اللي بيقولوا عليها المسكن الشعبي يعني لكن عندك فيه عمير البنك طبعا بتبدأ من 250 ألف جنيه فيه أهالي طبعا الأهالي دي معروفة أنها بالمتر بالمتر الأسعار تقريبا المتر بيبدأ من كم؟ عندنا متر طبعا لو مكان مميز قوي بيعمل 3000 ألفين ونص لو مكان يعني شعبي شوية بيعمل ألف ألف ومية ما بيزيدش عن كده ألف ومية جنيه للمتر أكتر ناس بيجوا يأجروا منك الشوعة اللي هي إيجار جديد بيبقوا اي الشباب اللي لسه بيتجوزوا ولا؟ بيبقى فيه أسر بس غزبا عنهم بيجوا الشيخ زيد رغم أنهم عارفين الأسعار غالية جدا فيها بس غزبا عنهم حكم شغلهم بيبقى عندهم شغلة هنا قريب الحد الأدنى أقل مبلغ ممكن شاب يبتدي يدور على شقة مطلوب يبقى معاك على الأقل خالص مية ألف جنيه وهيجيب له حاجة إيه يعني حاجة صغيرة قوي ومحدودة وفي عمير البلوكات عادية وكده يعني الأسعار هنا بس هنا الغالية ولا في مصر كلها أسعار العخرى لا والله الأسعار بقت كلها في كل الأماكن غالية يعني من تالي مفيش حاجة بقت رخيصة يعني حتى رغم أن فيه رقود في حالة العقارات بس العقارات ما بتنزلش يعني يعني مفيش إجارات وفي نفس الوقت الأسعار ما بتنزلش الأسعار الشوقة بتغلى ليه؟ هو طبعا مش في كل الأماكن بتغلى بس عندنا في الشيخ زيد الأسعار بتغلى ليه؟ لأن مدينة يعني مخصصة شوية يعني مضعها كويس شوية متميزة آه متميزة مفهاش عشوائيات كتير بالتالي ما فيش الأسعار فيها ما بتنزلش يعني كل ما ده ما بتزيد ما بتنزلش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر